السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد بعنوان نتوركين من بين المفاهيم الهامة اللي حنتعلمها في هذا الشابتر البروتوكول ما معنى البروتوكول TCP connection و UDP connection كيف نفعل البروتوكول بين العديد من الأجهزة بس تعمل إما TCP connection أو UDP connection في هذا الشابتر سنرى ما معنى البروتوكول سنرى البروتوكول client server architecture البروتوكول ما معنى البروتوكول وسنتطرق للباكيج java.net ما هي الكلاسز الموجودة في هذا الباكيج ما معنى البروتوكول Networking is the concept of connecting a group of two or more machines يعني أن البروتوكول يتمثل في مفهوم شبك العديد من الأجهزة يمكن يكون اثنين كمبيوتر أو أكثر مثل ما نرى في هذه الصورة بالنسبة للبروتوكول يمكن أن نعتبرها مثل المجموعة من القوانين والبرامج التي تمكن من تسهيل إرسال المعلومة من جهاز إلى آخر هناك العديد من البروتوكول من بينهم بروتوكول معروه جدا الانترنت بروتوكول وما يسمى بال-IP is the network protocol that is used to send information from a computer to another through internet يعني عندما نريد أن نرسل معلومة من كمبيوتر إلى آخر في بروتوكول هم جدا يستعمل وهو ال-IP هناك بروتوكول آخر transmission control protocol TCP is a higher level protocol أيضا يحتوي على مجموعة من القوانين يقع استعمال العديد من ال-classes التي ستسهل إرسال المعلومة من كمبيوتر إلى آخر عندي أيضا ال-UDP connection user datagram protocol هذا البروتوكول آخر وهناك بروتوكول أيضا معروف جدا ال-HTTP الذي يمكن من إرسال hypertext pages and images باستعمال ال-browser هناك أيضا architecture هامة جدا سنراها في هذا الشابتر client server architecture التي تمكن من شبك ثمين أجهزة جهاز سيكون يسمى client و جهاز سيكون يسمى server كيف تشتغل هذه ال-architecture server أو client سيرسل request للسيرفر والسيرفر سيرسل الإجابة لـ client إذن عندي client سيرسل request للسيرفر ثم السيرفر يقوم بـ رسالة الإجابة لـ client هنا حنستعمل الصوكت client sockets لـ تسهيل عملية الشبك بين client machine والسيرفر machine كونسبت آخر هام جداً اللي هو ال-port the communication of computers is possible using ports لو عندي server client إذن حيحدد port حيقى تحديد port يعني بوابة من خلالها حيقى إرسال أو استقطاب معلومات السيرفر بين السيرفر والـ client هناك العديد من ports المستعملة مثلاً لـ FTP فيه port أيضاً مستعمل للتلنت protocol port 25 أيضاً محجوز وقع حجزه من قبل SMTP protocol إذن لو أردنا نكتب برامج لن نستطيع أن نستعمل هذه البورتس سنختار بورت أخرى ليست محجوزة java.net package هو package يحتوي على العديد من الـ classes التي ستمكن من كتابة برامج لشبك أجهزة مع بعض إذن لتسوية network أو لتسوية networking من بين الـ classes الموجودة في java.net هنجد الـ class i.net address هناك class أخرى url url connection هناك two classes socket و server socket تستعمل لكتابة برامج تعتمد على TCP connection عندما يكون عندي UDP connection البرنامج هيحتوي على datagram socket و datagram packet ترجمة نانسي قنقر